الناس يبحثون عن السعادة فأين توجد السعادة توجد بالمال لا توجد بالملذات والشهوات لا توجد بطول العمر لا توجد بصحة البدن لا أين توجد إذن لما توجد الأعمال الصالحة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا ولنجزينهم يعني في الآخرة أحسن ما كانوا يعملون هذه الحياة الطيبة وهي حياة العلم والعمل العلم النافع والعمل الصالح